الحقيقة يمكن فيما يخص الطاقة احنا برضو الاسبوع الواحد مش اقل من اجتماعين تلاتة مع وزيري البترول والكهرباء على متابعة الموضوع والتوفير الالتزامات بتاعة الدولة علشان نضمن عدم العودة لقطع الكهرباء وده احنا شغلين عليه بجهد شديد جدا 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 عشان نضمن هذا الموضوع والاهم نبقى مؤمنين الاحتياجات الكاملة لكل الانشطة الموجودة في الدولة علشان ما يحصلش فيها اي اهتزاز ويمكن حضراتكم يعني تباعته السيد وزيري البترول عمل اجتماع مهم جدا هذا الاسبوع مع كل الشركات اللي شغالة في مصر واتفق معهم على حزمة حوافز جديدة اضافية بتشجحهم على زيادة معدلات الانتاج من الحقول والاراضي المصرية اللي موجودة وهذه الحوافز هتبقى بتشجحهم على الاسراع بخطة الانتاج وان هم يزودوا الانتاجية بتاعتهم وان احنا نقدر ان شاء الله مع بداية عام عشرين خمسة وعشرين نستعيد معدلات الانتاج اللي كانت موجودة قبل فترة وقبل الازمة الاقتصادية اللي موجودة لان ده من شأنه انه يقللي فاتورة الاسترادة على طول كل ما الحقول بتاعته ترجع تزود الانتاجية ودي نقطة مهمة جدا يعني بيتقال ايه بيتقال ان الاراضي او الحقول المصرية واضح انها انتاجها نضب او قال لأ هي المشكلة كلها ان عشان اضمن دايما استدامة معدلات الانتاج محتاج كل شوية ادخل استثمارات ودي ممكن انا قلتها وبأكد عليها اللي انا عايز اقوله لأ احنا قدراتنا الحمد لله في مصر نقدر ان احنا انتاجنا يزيد ويجبر ولكن هو كله كان مرتبط بتدبير الموارد المالية للشركة الاجانب عشان يستثمروا ويطلعوا هذا الانتاج هو دا اللي احنا شغالين عليه بقوة شديدة جدا وبتابعوا على مدار الاسبوع مع السيد وزير البترول ويمكن حضراتكم تبعتوا هذا الاسبوع تم الاعلان عن كشف جديد في الصحراء الغربية وده شيء مهم لان هو الاساس ان هو كان زيت ولكن طلع معاه ان فيه غاز ايضا وده شيء جيد وبالتالي احنا بنحاول نشجع كل الشركات النهاردة على الاسراع بمعدلات الاستكشاف عشان يقدروا ان شاء الله كل ما يدخل بسرعة انتاج محلي كل ما بيوفر لي فطورة الاستيراد وده شيء مهم جدا احنا بنتحرك عليه ده بالاضافة طبعا لموضوع الطاقة الجديدة والمتجددة اللي انا بقول لحضراتكم ده شغلنا الشاغل عشان السنة الجاية ان شاء الله نقدر ندخل اكبر حجم من الطاقة الجديدة والمتجددة معانا عشان نقدر نضمن ان ما يبقاش فيه ضغط الصيف الجاي على استهلاك وقود حفوري ونروح نستورد ونجيب ارقام كبيرة اكتر من قدرات الدولة او امكانيات الدولة فيما يخص السلع ويمكن احنا على طول باعمل اجتماع لجنة ضبط الاسعار وبتابع الاسعار وان شاء الله طبعا هيبقى فيه معرض اهلا بالمدارس وموسم المدارس وكل سنة وحضراتكم طيبين ولكن الاهم انا وجهت معالي وزيرة التنمية المحلية معالي وزيرة التموين ان يبقى مقرات هذه المعارض تبقى مقرات دايما يعني يبقى هناك معارض دايما على مدار السنة للمواطنين على مستوى المحافظات كلها بتتغير معنوان المعرض ولكن يبقى مقر موجود دائم ويفضل هذا المعرض يقدم خدمات وسلع مخفضة للمواطنين ان شاء الله عشان يبقى جزء من اتاحة منافذ ليهم باسعار مخفضة في خلال الفترة اللي جاية باذن الله